هل الآن تقتل؟ الجواب نعم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده اتنين من الصحابة احفظ الاسماء دي كويس قوي كان صحابي اسمه سيدنا سهل بن حنيف وسيدنا عامر بن ربيع سيدنا سهل كان حلو كده وجميل كان ابيضاني كده فبيستحمى وما كانتش لسه الحمامات دخلت للبيوت زي النهاردة فبياخد ساتر ويستحمى وبعدين وهو بيغتسل عد سيدنا عامر بن ربيع فاعجب بجسدي سيدنا سهل بن حنيف يعني ايه اعجب بجسده؟ يعني قال ما شاء الله بس ما قالش ما شاء الله قال جلده ابيض حلوة اوش ده ناصع البياض ده جلده مدملك تخين قال كلام كده بما يوحي اعجابه بجسدي سهل بن حنيف خلي بالك الاتنين صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا دوبك سيدنا عامر بن ربيع ادى ظهره كده وسيدنا سهل وقع في الارض فجريوا قوموا على سننا الحبيب صلى الله عليه وسلم ادركنا يا رسول الله الحقنا قال ايه اللي حصل؟ قالوا له حصل كذا وكذا وكذا قال من تتهمون؟ مين اللي دايرت لاتهام هتدور حواليه؟ قالوا عامر بن ربيع فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع الكلمة اللي قالها ايه؟ قال على ما يقتلوا احدكم اخا ازاي الواحد فيكم ممكن يقتل اخوه؟ بايه؟ بكلمة واحدة بلسانه كلمة واحدة لانه ما ذكرش ربنا ما قالش شيء فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم امر سيدنا عامر بن ربيع ان يتوضأ وبعدين خد فضلة الوضوء قوم سيدنا سهيل وبعدين اغتسل بها سيدنا سهيل فقام وقد شفاه الله سبحانه وتعالى وكان الذي شخص هذا الدواء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا بنقرأ يوم الجمعة صورة الكهف هفكرك الراجل اللي دخل مع صاحبه الجنينة بتاعته اللي ملهاش اخر اللي القرآن الكريم ابدع في وصفها هو ايه اللي حصل؟ هو ربنا ازال عنه النعمة عشان كفر؟ ابدا خالص اسمع كده هو دخل اعجب بايه؟ اعجب بجنينته بحديقته بصمري علشان كده خلي بالك انت ممكن تحسد عربيتك ممكن تحسد ابنك ممكن تحسد نفسك ممكن تحسد زوجتك ممكن تحسد عشتك اللي انت عايشها ممكن تحسد مالك خلي بالك فالرجل لما دخل بص كده واعجب بيها فقال ايه؟ ما اظن أنت بيد هذه أبدا ده مش هتخلص ده انا هعود اقول فيها يعني لما شاء الله بقى خلي بالك وبعدين لما اصبحت لا ثمر فيها ولا خير فيها صاحب حبي يبدلوا الدرس قال له ايه باسمع وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا انا عايزك تتعلم من اللحظات بيك اي حاجة في الدنيا تعجبك تقول بسم الله ما شاء الله بسم الله لا قوة إلا بالله تعجبك زيادة حبتين اللهم احفظها من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين كما حفظت الروحة في الجسد إنك على كل شيء قدير عربيتك ابنك مالك تجارتك خط ابنك زكاء ابنك لبقت ابنك اللي تأدى بابنك أي شيء عايز تحافظ عليه خلي بالك من الكلام اللي بقولهولك ده قوي لإن الحسد خطير جدا ولإن خطيرة جدا